اشتركوا في القناة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضب له ومن يضلر فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دولها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقونوا قولا سديدا يصلح لكم اعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي اهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد اخوة الكرام ما زلنا معنا احاديث الاحكام كتاب التهارة واليوم ان شاء الله نحن على مشارك الانتهاء من الجنابة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الذين المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اقصل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه وفي رضي لمسلم لقد كنت افرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفركه فيصلي فيه وعن ابي مريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الوزن وفي ضد المسلم وان لم ينزل وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهما انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الوزن فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوف منك شعره وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنى في ثوبه وفي ضد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق الماء على رأسه ثلاثة قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طارب رضي الله عنه وابوه محمد ابن حلفين لا شك باننا بفضل الله علينا قد انتهينا من الغسل ومن وصف الغسل ونهاية هذا الباب حديث الذي ختم به المصنم بان الهن السلم كان يغتسل بالصاع وكان يتودأ بالمد والصاع اربعة امداد والمد يملأ الكف كف اليد هكذا هذا المد وهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة استخدامه للماء ولولا اننا نقول بانه لم يصح في الاسراف في الماء بالنص الصريح شيئا لم يصح شيئا فلم يصح شيئا نقول بان هذا الذي قاله جابر عن وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يغتسل بالصاع وكان يتودأ بالمد هذه فيها دلالة على عدم الاسراف على الماء الغرض المقصود بان هذه هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اراد ان يأتسي فعليه ان يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ومهم جدا وهي رواية عائشة بنت الصديق عائشة بنت الصديق رجال الله عن وردها افضل النساء على الاطلاق افضل النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق او تكون هي من افضل النساء لأن العلماء يختلفوا اختلافا شديدا في الأفضلية بين خديجة بنت خويلد وبين عائشة بنت صديق رضي الله عنهم والذي وجعل هذا الاختلاف يحتد أو يشتد بين العلماء هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكمل من أبجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع وذكر من الأربع خديجة ولم يذكر عائشة رضي الله عنه أرضاه وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ويردي لصديقات عائشة ويقول كانت وكانت واشتدت غيرة عائشة رضي الله عنه وارضها من حب رسول الله لخديجة ومما يفعل لأجل خديجة كانت خديجة رضي الله عنه وارضها لها المكان العظمى عند النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عائشة ورد في فضلها كثير من الرؤيات والأحاديث التي تفضلها على كثير من النساء وهذا الذي جعلت لكثير يقول الخلاف شديد بين العلماء فعائشة لما جاء عمر بن العاص كما في الصحيح أنه بعدما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الزجر الثلاثل وأمره على أبي بكر وعمر في عبيدة الجراح دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب الناس إليه أنا وأمر على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك فقال عائشة صدر الباب بعائشة رضي الله عنه وارضها وأيضا من الدلائل الظاهرة جدا على فضل عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما كان يريد أن يمرد الا في بيت عائشة ويقول اين انا غدا اين انا اليوم اين انا غدا فشعرنا منه وعلمنا انه يريد ان يمرد عند عائشة رضي الله عنه ارضاه جاء لسان النبي يشتكين عائشة يقولون قلنا لفاطمة ابن محمد يعني ان هنا يشذك الله في عائشة ابن سابق حافة الهدايا كان صحابة رسول الله مما يعلمون من حب رسول الله لعائشة ما يبعثون بالهدايا الا في ليلة عائشة فتكون الحظة كل الحظة لمن لعائشة وهم يفعلون ذلك ما يفعلون ذلك الا لعلمهم بحب النبي لعائشة فغرنا جثيرا زوجات النبي فوسطنا فاطمة رجران فدخلت على المسلمة فقالت ان عزواجك مناشدنك الله في ابنك ابي قحافة فقال لها النبي صلى سلم يا فاطمة تحب يا باك فقالت نعم فقال ان كنت تحبيني فلا تكلميني في هذه يعني لا تعاتليني على من على عائشة فعارفت فضلها فلما خرجت ذكرنا لها ما ذكرنا من فعل عائشة او من فعل الناس عند عائشة فقالت والله لا اكلمه مرة اخرى على عائشة انتدبنا زينب فدخلت زينب تنافع عن ازواج النبي صلى وزينب هذه خالة النبي او ابنة عم النبي او ابنة خالة النبي اي زيانب انا دوجة النبي تطبع سلم فدخلت بناشدنك الله في ابنة ابي قحافة واشتدت على عائشة في قول وانظروا كيف كان الناس سلم يحب لعائشة ان تنتصر لنفسها لا يحب الله جارة من سوء ايضا ان الله اللي على يبود فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه لماذا فقالت عائشة انظروا الى ادب عائشة وهذا الذي جعلها ترتقي المكان او الحظ والعظمى عند الناس سلم قالت بقيته ارقب طرف عين الناس سلم هل يسمح ليه في الرد او لا يسمح انظروا الى الادب الجن من العائشة مع انها تنتقد بانتقاد لاذا ويشتد عليها امام رسول الله سلم ويتقول انا اسكت وانظروا الى عين النبي هل يسمح ليه بالرد ولا ما يسمح قالت ففهمته وايضا هذه من الملاطفة العظيمة بين عائشة وبين النبي وانا كانت تفى من النبي حتى بالاشارة قالت ففهمته بان النبي قد سمح ليه بالرد فقالت فاعطيتها فوفيتها يعني سكتت زينب لما دخلت عائشة عليها ما تكلمت ببنت شبه فقال له الى 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 ال إلا وكانوا يذهبون إلى عائشة رضي الله عنه وارضها وكانت تقول غير مترفعة لكن تقول الحقائق على الخبير ثقت على من عليها وردالي قال أبو موسى الأشعري والله ما اختلفنا بشيء إلا ورجعنا إلى عائشة فوجدنا العلم عنده عائشة رضي الله عنه وارضها وكما قلت كانت تعاليمة ثقية وكانت زهدة عبدة ثقية صوامة قوامة كانت في ذات ريلة قائمة أو في يوم من الأيام صائمة بعث إليها عبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير بين أفادر المسلمين مكانه ابن أسماء ماشي وابن اختهر لا عبد الله مش من عشر مبشرين ابن واحد من عشر مبشرين جزاك في الله خير ها نعم ها والله ما رأيش أحمد خلاص أحمد فات من القوس ضرب التلقى وانطلع محمد أنور أحمد عمال يدى وابن رون قوية جدا فهي هو هذا الذي يريده ما أحد في التاريخ انتمدر التاريخ نعم هذا صحيح هذا الذي يبعد كثيرا عن الناس إن عبد الله ابن الزبير كان من الخلفاء هو من الخلفاء وكان خلافاته خلافة صحيحة وقد بايعوا على الخلافة في مكة ولذلك يعني عليه من الله ما يتحق الذي قتله وهو يعني صامضا في الكعبة وعلقه بعدما صلبه عليه من الله ما يتحق وأرجو أن أقول ما قاله الزهبي ويحطر من الزهب الزهب يقول ونتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل من الحجاج عليهم الله ما يستحق فعبد الله ابن الزبير لما استلم الخلافة بعث إليها بأموال كثير من أمهات المؤمنين وأبعث إلى أمهات المؤمنين فأخذ المال وكانت صائمة يعني قالت المولاد سعيشة رضي الله عنها قالت ما تقط حالي بالشمس إلا والمال قد انفض انتهى إلا هو قد نفذ عن ذكرة أبيه فقلت لها يا عائشة ما تركت لنا شيئا نفطر به قالت لو ذكرتيني بذلك لا فحذ يعني لو قطيت درهمان أو درهميت حتى نفطر به فانظروا إلى عائشة رضي الله عنها يأتيها المال وتنفق ولذلك يعني قال عبدالله ابن الزبير في رواية أنه بعدما بعث عليها بمال مرة ثانية وثالثة وهي تأخذ المثل تنفقه بسبيل الله قال والله لأحضرن عليها وهذه الكلمة ليست بالأهيلة على من هذي على من على عائشة حذ رسول الله على عائشة أهم المؤمنين على عائشة الفقيهة اللذيبة الأريبة فعبدالله ابن الزبير قال والله لأحضرن عليها كأنه يقلل من عقلها يعني استغفر الله حشى أن يكون دارك أو يفعل دارك وحشى أن يكون لها دارك فهي الفقيهة الحميراء رضي الله عنها فلما سمعت conствую عبدالله ابن الزبيت قالت نظرت لله ان لا اكلمه فنظرت ان لا تكلمه فكاد يقتل الزبيت بعدما علم ذهجر عائشة لا كاد يموت فوسط مشارق الارض ومغاربة في مكة حتى ترضى عنه عائشة فلم ترضى عنه عائشة ثم كاد لهذا الموقف جاء لأفاضل الصحابة فقال لهم يعني اشفعوا لي عند عائشة فدخلوا عليها فقالوا السلام عليك يا همي فقالت عليكم السلام فقالوا ندخل قالت ادخله وكان عبدالله ابن الزبير خلفهم قالوا ندخل جميعا سيتسكت وتقول ادخله قالوا ندخل جميعا جميعا ثلاث مرات قالت ادخلوا جميعا اذا ادنت لمن لعبدالله ابن الزبير فلما دخلوا عليها وجلسوا يتكلمون قالوا يا هم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الهجران وأتوا بالأحاديث التي قالوا لا تكلموني في هذه المثالة إن النظر أمر شديد وأمر عصيب فقام الزغير باكيا ثم دخل عليها خدرها أي صح أن يدخل عليها خدرها على أم المؤمنين نعم قالت فدخل عليها عبدالله الزغير دخل على عائشة فاحتضنا وقبل يدها وقبل رأسها وهي تبكي وهو يبكي ويقول سامحيني سامحيني فعفت عنه رضي الله عنها وأرضاه لغرض المقصود أن العلماء نظروا بفضل عائشة وفضل خديجة فقالوا نجمع بين القولين أما خديجة فهي أفضل النساء أو أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث أو مع البعث لأنها ماتت بعدها بعثة نفس الله فهي وقفت بجانبه كان السلام يحتاج إلى أم حنون فكانت هي رضي الله عنه وأرضاه فوقفت معه حين أرسل عليه وأخذته إلى ورقة بن أوفد وكانت تدافع عنه بمالها وشفقتها ورحبتها ورحمتها وقفت معه وقفة شديدة عظيمة كبيرة حملها لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاءا لها وخير من يوفي بهذا الخير هو من هو النومي صلى الله عليه وسلم فوفاءا لخديجة كان يذبح ويتصدق في صحيبات خديجة ويقول إنها كانت وكانت حتى لما غارت عائشة غيرة شديدة بأنها قالت يعني ما لك في امرأة شمطاء عجيز شمطاء وتكلمت فيها فغضب النمس سلم قال كانت وكانت وكان لي منها الولد يبين فضلها وذلك العلماء قالوا خديجة أفضل قبل الهجرة قبل هجرة من المدينة قبل الدول الإسلامية يعني بعد البعثة وعائشة أفضل بعد الهجرة لماذا؟ لأن خديجة دورها كان عظيما في مكة فلما انتهى كانت عائشة دورها عظيم في المدينة ما هو الدور العظيم الذي لعبته عائشة رضي الله عنه وردها نشر دين الدالة في أولا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال عرم من الزبيت دخلت على بصحاء العرب فأنا وجدت أفضح من عائشة رضي الله عنه وردها كانت أفضح الناس لسانا ولذلك كانت توافق الأنبياء أو توافق النبي صلى الله عليه وسلم في كلماته وكما قلت عائشة إذا تكلمنا عن عائشة وجوالاتها وسوالاتها مع رسول الله ومع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم نطال فينا المقام لكن نحن اليوم بصدد الانتهاء من الجنابة فأنا نطير عليكم هذا الحديث الأول عائشة رضي الله عنه وردها كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء المهاجرين قال نعم النساء نساء المهاجرين أحناها على طفل وأرعاها لزوج وهذه كانت ميزة للمهاجرات وهذه الميزة كانت تتربع على عرشها عائشة رضي الله عنه وردها فكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وترعى أموره وشؤونه كلها فكانت رضي الله عنها وردها تأخذ الثوب الذي أجنب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتحطه تفركه تدلكه وكان هذا إذا كان يابسا وإن كان رطبا كانت تنضحه بالماء ثم تدلكه أو كانت تغسله بالماء ثم تدلكه وأيضا في بعض الروايات وهي مهمة جدا نحفظوها عني أنها كانت تثلت المليء إن كان رطبا بإذخر بعرق بإذخر بعود بعود تثلت هذا المني الرطب وإن كان يابسا كانت تفركه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويصلي في هذا الثوب مراعاة من عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نقرأت لنا هذا الفقه العظيم المسائل التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة واحدة مسألة مهمة جدا ألا وهي المني طاهر النجس إن كانت عائشة بدل العرضاء تفرك المني من ثوب النبي واذهب يصلي فيه لو جامع الرجل امرأته وأصاب ثوبه الجنابة المني هل له إذا داق عليه الوقت والمؤذن قد أقام الصلاة هل له أن يذهب في هذا الثوب دون أن يبتل ماء أو دون أن يغصره أو دون أن ينضحه يذهب به إلى الصلاة ويصلي أم لا اختلف العلماء بذلك على قوليه قوم وقوم يقولون لا لا يذهب قلنا لما قالوا لأن المني نجس وقومنا آخرون قالوا لي يذهب ويصلي وهذا خلاف الأولى قلنا لما قالوا لأن المني طاهر وليس بنجس وطبعا إذا قلنا بأن طاهر أو بنجس ثمرت ذلك أنه لو أصاب الثوب أو أصاب أي ثوب الملاء أو الفرش الذي عليه هذا الميل أو أصابه لا يتحتم ولا يلزم المرء أن يغصر هذا المحيم هذا على قول طهراتي والقول بنجسته لابد لزامل أن يغصره حتى يتعبد الله بتطغير النجاسات الذين قالوا بنجاسة المني هم الأحناف والمالكين قالوا وذليلنا من ذلك الأثر والنظر قلنا هاتوا ما عندكم من الأثر ومن النظر لعلنا نرب على هذا أو نأخذ به قالوا أولا خذوا من الأثر حديث الباب كانت تغصيله قالت كنت أغصر ثوب النبي ستسمى من الجنة كنت أغصر هذه الرواية المنتفقة لها كنت أغصر ثوب النساء قالوا هذا الغط دلالة على النجاسة وفي رواية أخرى أنها كانت تغصيل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن سلمان وهم غير هذه الرؤية وإن كان فيها ضعف لكن استألت بها أنه لا يغصل السوب إلا من البول أو الغائط أو المنين لا يغسل الثوب إلا من البول أو الغائط أو المنين إذن اشتراكو الغصب في ذلك يدل على النجاة يدل على النجاة ثم نظروا إلى قول عائشة كنت أفركه إذن الأول كنت اغسر التدلبي وتعلقوا به وقالوا الغصب لا يكون إلا من إيش من نجاة فلما اعترض عليهم المعترضون على قول عائشة كنت أفركه فانشقوا إلى فريقين من هم الذين قالوا إيش من نجاة انشقوا للرد على هذا الحديث إلى الفريقين أما الفريق الأول فقال هم الملكية قالوا الفرق هنا بمعنى الدلك مع الغت يعني قالوا بخلاف ضائل الحديث قالوا كنت أفركه يعني أدلكه بعدما أغسله فقالوا الفرق معناها الدلك مع الغت وهذا التأويل بعيد عن ضائل تكلف فيه تكلف عن ضائل الحديث وأما الأحناف فقالوا نحن نقول بالغت ونقول بالفرق نقول أن تهارط المني النجس إن كان يابتا بالفرق وتهارط المني إن كان رطبا بالغت فقالوا نعمل الدليلين لأنهم عندهم أنه ليس الأطف في إدارة النجاسات الماء ليس هذا المجال للتفصيل في هذه المثالة عندهم الأطف أنه ممكن أن تغسل أو تزيل النجاسة بالماء بالشمس بالخل بالمائعات كل ماء ممكن تزيل النجاسة فلذلك قالوا نحن نقول بأن النجاسة تنتهي بالفرق ولذلك كانت عايشة تفرقه وأدأ الكلام إن صح فهو خلاف التأصيل العلمي وخلاف القياس كما سنبيتا إذن بالأثر أولا حديث الباب كنت أغسل والغت لا يكون إلا للنجاسة والحديث الثاني أن الغت لا يكون إلا من بول أو غائس أو منين والبول والغائس من النجاسات فيكون المني من النجاسات قالوا هذا من الأثر خذوا من النظر قلنا هاتوا من النظر قالوا أولا البول يخرج من وين من سبيل من السبيلين أم لا من سبيل فهو يخرج من مجرى البول والبول حكمه النجاسة وهذا الذي خرج من مخرج البول فحكمه حكم البول عن طريق المجاورة إذا حكم النجاسة أم الطارق النجاسة قالوا إذا خرج من مخرج البول فحكمه حكم البول أي النجاسة قالوا أيضا من النظر خرج من السبيلين فأوجب الطهارة فلازم أن يكون نجسا مفهومة نجسا أصلا مفهومة عاجع الوحيد يشرحها مش مفهومة أشرحها أنا قالوا خرج من السبيلين فأوجب الطهارة فلازم أن يكون نجسا هذا أيضا من النظر مفهومة أريد الشر محمد إلمح هذا أقول خرج من السبيلين فأوجب الطهارة فلازم أن يكون نجسا لا لا اترك هذه انا اريد من النظر كيف هما دققوا النظر فقالوا خرج من السبيلين فالجب التغرفة لا يجب أن يكون الناجس لان القاعدة عندهم كل ما خرج من السبيلين فهو ايه ناجس في رفوم فكأنه يقول هو كالبولي ايه حكمه بالقياس بالقياس على الخارج ويبقى افتب النظر الى الخارج والمخرج معا فقالوا هذا من الاثر من النظر اذا الاثر كنت اغسر والغسر يكون الا عنها جاسة ومن النظر انه خرج من السبيل فأبطل الضهارة فلازم أن يكون نجسا وخرج من مقرج البول فأخذ حكمه من المجاورة فحكم البول نجس فيكون حكم المني نجس هذه هي أدلة الفريق الأول الذين قالوا من نجاس نقول سمرة ذلك أن المرأة إذا كان على توبه نجاس أو على توبه مليه مثلا نام من الليل فاحتلم فقام على أذان الفجر أو قام على الإقامة فقام مستيقظا فتوضى نتي أنه كان محترما مع أنه تأكد أنه محترف ونسي المني على توبه فدخل ما حكم صلاته ليش الصحيح بقى في المسألة أنه قام فجعا فاغدتا فارتدى ثيابه ولم يغير هذه الثياب التي أصابتها الجناب المني موجود للدو فأخذ وذهب إلى الصلاة ما حكم صلاته صحيحة خطأ كل خطأ يا إخوة اسمعوا اسمعوا أنا الآن في مجل الصلاة بعلم مش مزق وعلم الآن أنا صددت الباب بقول من الأحناف ومن قالوا بالمنية إيش طب الآن أنا بفرع على قول من الأحناف والمالكية فعلى قول الأحناف والمالكية سأمثل لكم تمثيلا وصورة على قول من يبقى إذا التفريع الحكم الفقهي هيكون على قول من الآن رجل قام من أنه مفاجعا فاغتتا فارتدى الثوب الذي عليه المني فصلى حكم صلاته لما لأن الثوب فيه أحسن إذا الحكم مفرع على قولهم إذا الصلاة باطلة إنه صلى في ثوب فيه مجلس طيب القول الثاني قول الشافعية وقول الحنابلة قالوا بطهارة المني وهذا ترجيع الشيخ الأسلام الثامية وترجيع ابن القييد وهذا حق الصلاة التي لا محيط عنه كما سنبيل هؤلاء أيضا قالوا المني طاهد ولو أصاب المني الثوب ونزل المرء دون الفرق ودون الغتل إلى الصلاة فصل بهذا السوب فصلته صحيح لكن ما خلاف الأولى قالوا أدلتنا بذلك من الأثر ومن النفر أما من الأثر فالحديث الذي في الصحيح طولة عيشة رضي الله عرضاه كنت أفرك المني من ثوب نفسنا فيصلي وهذا الحديث فيه دلالة على إيشة على طهارة المني كيف دالك ها أبراهيم حسنت لأن لذلك لابد لها من الغتل طب عندك دليل في ذلك سببتم أخمس فأزدات طب هاتم عندك قال انضح فرجك وقال ألقص بكرك ومدافيرة جيد بس فيه في دليل أوضح من كده لكن ده دليل ده جيد جدا نعم الدليل في النزاع صح طب ما يوجه الدلالة يا محمد صح كده هو ده الدليل من أوضح الأدلة على ذلك الحديث ده من الحقيق قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء هذا هو أصل النزاع معين الحديث ده فيه خير لكن هذا أصل النزاع ليما احسنت لو يجزئ الحاج لو يجزئ الفرق لتركها تفركه لأنه قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه يعني الآن لابد من الفرق والماء لو كان الفرق يجزئ ما تنى بالقرط وثلت بإيش بالماء فهذه فيها دلالة قوية جدا على أن الفرق وحده لا يكون طهارة فقالوا هنا لما كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم دل على نوم ليس بنجز فقام المعترضون قالوا نعترض قالوا تفضلوا قالوا عندنا اعتراض جلي قلنا هاتوا ما عندكم قالوا الآن الفرق فعل النبي ولا فعل عائشة قلنا فعل عائشة قالوا كيف تحتاجون بفعل عائشة ليت عليه زم الدليل الحج في قول النبي أو في فعل النبي ولا هذا فعل عائشة فكيف تحتاجون بفعل عائشة وين الدليل أنه رأىها فأقر دوعت على الإخوة خلال وين الأثر أثر البقع أثر البقع دلغت احنا بنتكلم في الفرق الآن فهذا كريم اكرار الله كيف اكرار الله لا فضحه هذا هو بأنه لو صلى النبي السلام في هذا الثوب لأنه هتبرك المنيه من ثوب النبي السلام ويصلي فيه للنرواة الرعت قالت كنت أفرك ثوب النبي فيصلي فيه فالنسل كان يصلي فيه لو كان المنيه ناجسا وبقي الأثر لجاء الوحي جبريل يبين للنبي أن في ثوبك نجاسة لما؟ لأن مثلا ما تركه جبريل يصلي وفي نعله قدر سواء نجاسة أو غير نجاسة قدر نجعله يخلع نعليه فدي دلال على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا بالفرق بأنه يجوز الفرق ويصلي فيه هذا الدليل الأول الدليل الثاني قالوا الأصل معنا قلنا كيف؟ قالوا الأصل عدم النجاسة هو الأصل كل شيء نجس ولا عدم نجاسة؟ الأصل عدم النجاسة إلا أن يأتي دليل يدل على النجاسة قالوا خرج من مخرج النجاسة قلنا ليس كل خارج نجس كيف ذلك؟ أحسنتم الريح الريح ليس بنجس وأيضا هو ينقذ الوضوء فنقول طيب كيف عرفنا بأن الريح ليس بنجس؟ معضلة بي 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 هل أن شعبتم التدريج؟ التدريج قلنا أولا ألماني قالوا الأصل أنه ليس بنجس صح أو لا؟ هذا الأصل الأصل أنه طاهر فاعترض على أنه معطرد وقال خرج من السبيل قلنا ليس كل خارج من السبيل فهو إيه؟ نجس قالوا أين النظير له؟ قلنا الريح الريح ليس بنجس وهو خرج أيضا من السبيل وهذا نقذ الوضوء وهذا نقذ الوضوء وذي جنابه يعني التغارض كلها كبرى والأخرى صورة فنقول كيف أن تتوافقون على أن الريح ليس بنجس؟ يعني لو عاجل حمل قربة فساء وصل بها تصح سات ولا ما تصح؟ هذا فروض للفقاء والله ده فروض للفقاء تصح ولا ما تصح؟ تصح كيف تصح بقى؟ من قال بأنه نريس قال الثلالة تصح ومن قال بأنه طاهر قال تصح مفهوم؟ طيب الآن أنا أقول لكم ما الدليل على تهارة هذا الريح؟ هذا هو لأنه لم يأمروا الناس بالاستطابة لم يأمروا الناس بالاستنجاء منه ولكن أمر بالاستنجاء من الذول ومن غير وذلك سبق كما قد كثير من العوام يستنجي من الريح وهذا مشقة عظيمة تقع عليه نعم بس لن نتكلم عن الريح جيد لكن نقول الريح الآن طاهر لأنه لم يؤمر بيش بالاستطابة منه بدلالة على أنه طاهر إذن الدليل الثاني قالوا والأثر معنا هذا من الأثر قالوا وأيضا من الأثر نثبت لكم أن الفرق والغس تواع في المني رطبا أو يابسا لدل على الطهرة في الحالتين أن هناك رواية في ابن خزيمة أن عائشة رب الله عنه وضاه كانت تثلت المني إن كان رطبا من سؤاله السلام بعود وكانت تفركه إن كان يابسا فلو كانت كما قال الأحناف أنه إن كان رطبا يغسل لأنه نرس فإنها لم تغسله وثلتته بإيش بعود وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولما نقول صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على طهارته وعدم نجاتته قالوا آدم من الأثر خذوا من النظر قلنا هذا من النظر قالوا إن جميع البشر بني آدم أصلهم من هذا المني فأنت إذا قلت بأن المني نجس فقد أنزلت قدر بني آدم الذين كرمهم الله جل في علاه حيث يقول الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم ورحملناهم في البر والبحر فإذا قلت بأن أصله نجس فأنت لم تحتني بهذا التكريم لبني آدم كما أنه من الخطأ بمكان أن تقول أن خير البشر وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين أن أصله إيه حاش لله لابد أن يكون أصله من الطرارة بمكان ولذلك كما قال ابن القيم مرة في منظرة بأن رجل حنفي ورجل شافعي والشافعي ينافع ويقول أنت أصلك طاهر والثاني يقول المني نجس فمر رجل عالم فقال ما بكما قال أناظره وأنافع له حتى أجعل أصله طيبا طاهرة وهو يجعل أصله نجسا فعقل الرجل عن هذا وكان هذا ترجيحا نظريا على أن المني من الطهارة بمكان خلاف الشوكاني والصحيح الراجح بذلك أن المني طاهر وليس بنجس فهذا ذلم النظر وهذا الراجح الصحيح الراجح الصحيح أن المني طاهر وليس بنجس إذا قلنا بذلك فكيف نرد على استدلال الأحناف بقول عيشة كنت أغسل سوب النبي والغسل لا يكون إلا للنجاسة نقول هذا الغسل غسل استحباب وليس غسل إيجاب فنحن نقول إن كان المني راطبا فمن المستحف أن يغسل المرء سوبا وإن كان يابتا له أن يفركه ويذهب يصلي به لا فيما وأن الأصل في إزالة النجاتات بالماء دون الفرق وقد بيان الحديث الذي يدلع ذلك حديث عيشة رضي الله عنه رضا في مسألة إذا أصاب الدم الحي السوب أن تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء فهذه فيها ثلالة وضحة جدا على أن المني من الطهارة بمكان وليس بنجس كما قال الأحناف والمالكين الفواد المستنبطة من هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها لأنها كانت تفعل ذلك رضي الله عنه رضا كانت تخدم زوجها وكانت تفرك المني من ثوب نفسها كما أنها في بعض الروايات كان نسان يقول لها إشحابي السكين يعني حدي الشفرة حتى نسبح فهذه أيضا في الخدمة واختلف الفقهاء هنضرب الآن في النسايات هنضرب واختلف الفقهاء في وجوب خدمة المرأة لزوجها أو استحباب ذلك والرادح الصحيح للإستحباب ولا أحد يضربه ولو سمع النساء ذلك لكانت لهم الحج الصحيح الرادح أن المرأة مستحب لها خدمة زوجها لا واجبة لا يدل دليل على واجب والإشحاب السكين هذه للإستحباب لا للوجوب الصحيح الرادح على خلاف الفقهاء هن مستحب أن واجب خدمة المرأة لزوجها الصحيح الرادح أنه على الاستحباب وليس على الوجوب لأنه استحل فرجها بكلمة الله وعطى المرأة الاستمتاع لها فالواجب عليها أن تمتعه من نفسها كما استحل فرجها بكلمة الله أما الخدمة في البيت فليست واجبة ويبقى لها دليل مستقل الذي يقول بوجوب هذا العمل عليها فليأتي بالدليل المستقيم الحديث الثاني وهو حديث إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجل الغسر نقول الصحابة رضا الله عليهم كانت عندهم فحولة هذه الفحولة نظرت في هذا العقل وذلك كان ابن عباس يقول كما في الصحيحة أو في المثنج كان يقول كنا نعض خيرنا أكثرنا نساءا وكان الصحابة ما مات صحبي وحيد سريد على امرأة واحدة كل منهم ما مات إلا على اثناثين على ثلاثة على أكثر وكان يطع أكثر من امرأة ولذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عرض لم يتزوج على فاطمة فلما ماتت فاطمة تزوج كثيرات بل بلغ أن وطع أربعمائة امرأة فما من صحبي إلا وكان يطع كثيرا من النساء دلال على فحولة العرب ولذلك ترى من فحولة العرب كان النبي السلام يبيح لهم في السفرات في الجهات في السفرات أن يتزوج المضحة ويتمتع بنكاح المتعة ثم حرم رسوله السلام ذلك أبديا لما فتح الله عليهم الأمصار وأخذوا السباية فكل إنسان معه الأمم ممكن يسافر بها إلى الجهات وأنت كان يصور لنا تصوير الفحولة عند المهاجرين قال كان إخواننا الأمصار يعني يأتون النساء في حال واحد وكان إخواننا المهاجرين يشرحونها تشريحا هذا اللفظ صريح في الحديث يعني أنا ما أتيت ببدعة من الطول هذا كلام أنا قال وكان إخواننا من المهاجرين كانوا يشرحونها تشريحا فكانوا يحبون النساء وكيف لا وكان قائدهم أوزع الله في قلبي حب النساء وأحل له ما لم يحل لغيره قال النساء حب برين من دنياكم ما الطيب والنساء وجعلت قرة عين فيهم بالصلاة فما في أشياء فكانوا من حبهم في النساء ما يتركون النساء حتى أن بعض المحدثين كان ما يترك امرأة يتزوجها إلا وفي كل ليلة لابد أن يطعها فما احتملت المرأة ذلك فكل امرأة تجلس معه أسبوعا ثم تطلق تجلس أسبوعا ثم تطلق فقال الذهبي قال وكان فحلا شديدا الجماع ثم ذيل في النهاية قال وكان لا يلقى له ذكر لأنه كان قوي جدا في الجماع وكان الصحابة كما قلت يتباهون بالفحولة فهنا يقول إذا قام أو جهدا أو تمكن من شعبها الأربع يعني حب المرأة يدعى بمرأة ثم أقبل عليها ثم بعد ذلك يعني كان بين رجليها ويديها بين شعبها الأربع فأدخل الفرجة في الفرج ثم لم ينزل فماذا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم بهذه الأمة يعلم الأمة أداب الجماع وأداب الوضع وما بعد الجماع وما قبل الجماع والمقدمات والنتائج وما بعدها وما قبلها من رأفة من السلم وتعليم نبيه لصحابة رسول الله السلم فعلمهم أن الإنسان إذا اشتهى امرأته الزوجة ثم وتراها ثم أدخل الفرجة في الفرج أو جاوز الختال الختال لأن بعض الرؤية صريحة قالت جاوز الختال الختال ليبين أن معنى متى الختال الختال أو التقى الختال الختال أو جاسب بين شعبها الأربع يعني أدخل الحشمة دخلت في الفرج فإذا أدخل في الفرج ولم ينزل فعليه أن يغتسل لكن العلماء اختلفوا في ذلك يعني مجمل الحديث لكن الصحابة اختلفوا في هذا الأمر لو الرجل جامع أهله فأكسل أو أقحك يعني إيش أكسل يعني جامع ولم ينزل أو أقحك جامع ولم ينزل طبعا عندك دليل على أن أكسل جامع ولم ينزل نعم قال يغتسل ذكرة ويتوضى أترك هذا أنا أريد أكسل نعم ما فيها هو طبعا لما بعث النبي السلام لبعض أصحابه فجاءه ورأسه يغتر ماءا فنظر إليه نسلم قال لعلك أكسل لعلك أكسلت يعني إيش يعني جامعت فعجلناك فلم تنزل لعلك أكسلت فإذا جامع المرء أكسل لم ينزل أكسل هل يغتسل أو لا هذه المسألة التي نتكلم فيها الآن اختلف العلماء فيها على قولي أما القول الأول فقالوا بأنه لا غسل عليه يغسل ما أصابه منها بهذا الحديث الذي سبقه وقاله محمد حديث أنه قال الرجل للنبي السلام إذا جامعت أهلي فأكتل فقال عليك أن تخذ ذكرك أو ما أصابك منها وتتوضع ما أمروا بالغسل وأيضا حديث النبي السلام إنما الماء من الماء وهذا الحديث معناه أنه لا غسل إلا بالإنزال لا غسل إلا بالإنزال إنما الماء بالماء وإنما يعني حصر الغسل وجوب الغسل بإنزال المني فقال إنما الماء من الماء هذا الذي تبناه داود الظاهري وأيضا كان الذي يتكلم به من الصحابة قبل أن يرجع عنه سعد نبي رقب وغيب سعد من الصحابة. والجماهير من جماهير اهل الالم. اللي ان اتفق بكلمتهم ان الغسل يكون بتغييب الحشفة. او الغسل يكون باتخال الفرج دون انزال المنين. يجب الغسل. وادلتهم في ذلك حديث الباب ان ابا غريرة رضي الله عنه قال اذا جلس بين شعبيها الاربع ثم جهدها. فقد واجب الغسل. قال جلس بين شعبيها الاربع. ولم يبين انزل او لم ينزل. فقالت الظاهرية اخطأتم بالاستدلال بهذا الحديث. قلنا كيف? قالوا قال النبي ثم جهدها. ومعنى جهدها اي بلغ منها الجهد. يعني انتهى الامر الى ان انزلت وانزل بما جهدها هنا بمعنى انزل. قلنا لهم هذا ليس بالصحيح. لكن نحمل ما حملتم ونتيل معكم على التأويل. قد جاء مصرحا به في البخاري ومثلم ان الانسلام قال اذا جلس بين شعبيها الاربع ثم جهدها وجب الغسل انزل او لم ينزل. وهذا ايش? تصريح وطط بالنزاع. قال انزل او لم ينزل فعليه الغسل. ولما سهلت عائشة رضي الله عنه وارضاها على ذلك بيانت ان على المرض الغسل وان لم ينزل. اذا هذا الحديث ظاهر جدا وفاصل في الخطاب عندما قال النسلام انزل او لم ينزل يعني عليه الغسل. طيب اذا قلنا بان هذا هو الراجح وهذا الراجح الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال اذا انتقى الختانان واذا انتقى الختانان جاءت رواية اخرى قال اذا جاوز الختان الختان. ففي الحديث الثاني الذي يحتج به اذا انتقى الختانان وجب الغسل. وفي رواية قال اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فهذا صحيح وقد قال النوي بالاجماع ان عليه الغسل. لكن ترى هذا الخلاف بين داود الظاهري وايضا عند بعض الصحابة اقوال بانه لا غسل عليه الا بالانزال. اذا قلنا بان الصحيح انه يجب عليه الغسل اذا جامع ولم ينزل. فكيف نرد على المخالف اذ المخالف يحتج اولا بقول الله سلم انما الماء من الماء. وقوله اغذل ذكرك. فنقول انما الماء من الماء. واغذل ذكرك كما قال الجمهور على المسخ. منسوخ بحديث اذا جلت لبينه شعبيه الاربع. وهذا الرد ضعيف. ليما ضعيف? يعني الرد على اقوال المخالف. بان حديث انما الماء من الماء منسوخ بحديث اذا جاوز الختام من الختام فعليه الغزر هذا الرد ضعيف لما احنا نقول الرد بالنسخ ضعيف لما لانه يحتاج الى دليل التاريخ واين التاريخ واين الدليل فان لم نأتي بذلك نقول والجمع ممكن فاذا كان الجمع ممكن لا نذهب الى الناس كيف الجمع ممكن نقول انما الماء من الماء عام عام في التفكير اذا تذكر المرء في زوجته فانزل فعليه الغزر تذكر ولم ينزل ليس عليه الغزر مفهوم حتى لا تغير حار حتى لا تغير حار طيب احتلم فوجدك انه يجانع ثم لم ينزل هل عليه الغزر لا ليس عليه الغزر لما لانه لم يرى الماء طيب قبل امرأته ضم وباشر بالبشرة ولم يدخل ولم ينزل عليه الغزر لا لماذا انما الماء من الماء اما اذا قرب الختام الختام فادخل فعليه الغزر وهذا تخصيص بقول الانسلام اذا جاوز الختام الختام مواجبا الغزر اذا اذا التقى الختانان حديث خاص وانما الماء من الماء حديث فيعمل العام في عمومه ويعمل الخاص في خصوصه فاذا جاوز الختام الختام يعني ادخل الفرج الحشف في الفرج فعليه الغزر حتى ولم ينزل اما اذا باشر ضم طبل فكر ولم ينزل فليس عليه الغزر لقول الانسلام انما الماء من الماء وهذا يريحنا جدا في مسألة اذا قرب رجل زوجه ودعبها وباشرها يعني بين اليد والرجل والفغل في ولكها مثلا او قارب الزكر وانا اسف ان انا هتجرى هذه الجرى لكن هذا التعليم لابد منه ولابد الاخرى ان يتفقوا هذا لان كثير من الناس يعني كدف تموت من كثرة الاغتسال وهم بقون انه ليس عليه الغزر يعني لو قارب امرأته حتى انه قارب ذكره يعني فرجها ومسى الفرج مسى الفرج الفرج لكنه لم يدخل الحشفة اللي هو الختان يعني لم يدخل الحشفة في الفرج فلا غز عليه حتى ولو مسى الزكر الزكر الفرج دون اي دون اذنى غطاء ودون اذنى ساتر نعم حتى لو مسى الزكر الفرج لا غص عليه حتى يدخل الحشفة في الفرج يبقى اذا دخل الزكر في الفرج تعليه الغص فان لم يدخل فلا غص عليه وهذا الرارح الصحيح هذه المسألة الاخيرة من هذا الباب واسأل الله جل وعلاه ان يتم علينا ابواب التهارى بفضل منه وكرمه علينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة